بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة بنات الطالبات النهاردة هناخد لسن نومبر 3 and لسن نومبر 4 and لسن نومبر 5 لسن نومبر 3 تحت عنوان favorite places الأماكن المفضلة some people were interviewed about their favorite places بيقوموا بعد الناس بشرح أو أن هم يتكلموا عن الطرق المفضلة لليهم read their answer اقرأ إقابتهم then answer the question وبعد كده أبدأ أجاوب على أسئلة what are their favorite places ما هي الطرق أو الأماكن المفضلة لديهم which person is most similar to you أي شخص فيهم بيشباك في اختياره عندك نومبر A نومبر B نومبر C نومبر D نومبر A I wouldn't say I like shopping ما قدرش أقول أني أحب أو أفضل التسوق I'd say I absolutely love it ولكني أعشق أو أحب التسوق يعني مش مجرد أنه هو بيفضل التسوق لا ده هو عاشق للتسوق لدرجة اللي هو يعني إيه love it my favorite place is without a doubt the shopping mall مكان المفضل بدون أي شك هو مول التسوق any shopping mall I like browsing أي مول للتسوق أحب أني أقوم بزيارته وتفقده browsing هنا أنه هو بياخد زي لفف بياخد فكرة عنه مش شرط أنه هو يشتري المهم أنه هو عنده متعة أنه هو يتسوق إنه هو يتفرق على أشياء الجديدة مغودة في الشوفنج بو Even if I don't actually buy anything حتى ولم أشتري شيئا فعليا Some malls بعض المولات are so big بتكون كبيرة جدا You can easily get lost ممكن تتوفيها بسهولة But I really don't mind ولكني لا أهتم بهذا الموضوع ده الشخص الأول المكان المفضل عنده هو الشوفنج مول طيب نشوف الشخص الثاني My favorite place is the park مكان المفضل هو الحديقة For sure بتأكيد It's a good place نهو مكان جيد To relax outside للاسترخاء في الخارج There is a lot There is a lot of shed and my younger brother and sisters really love the playground there العديد من أخواته الصغيرين و أخواته حقيقة بيحبون The playground Of course When it's too hot عندما تكون درجة الحرارة طبعا المرتفعة We don't go ما بدرش أن نحن نذهب إلى هذا المكان طيب ده الشخص الثاني نشوف الشخص الثالث I want to be a filmmaker later on أريد أن أصبح صانع أفلام أو منتق الأفلام I really like films أنا حقيقة أفضل الأفلام So I spend a lot of my free time أقضي في معظم وقت الفراغ In the cinema يبقى البلايس الفيفورت البلايس بالنسباله هو السينيما I'd say I definitely go at least twice a week يعني هو تقريبا بيروح مرتين في الأسبوع And often more وممكن أقتر من كده كمان طيب ده الشخص الثالث المكان يمفضل عنده السينيما يشوف الشخص الرابع Anyone who knows me will tell you that I am fatness mad معنى كلمة fatness mad هنا يا أولاد عاشق لدرجة الجنون اللي هي قلبة دانية Mad يعني مش يفضل أو يحب لا ده عاشق لدرجة الجنون يعني زي ما قلت كده أنا مدمن رياضة تمام Absolutely love all sport يعني تحديدا بيحب كل أنواع الرياضة Except golf ما عدا رياضة الغالف I can't imagine a day without visit to the gym ما قدرش أتخيل يومي من غير ما أروح الجيم It's definitely my favorite place هذا تحديدا ما كان مفضل Nookwishan ما فيش أسناه بعد كده كده قدمنا نعرف الأربع أشخاص الأماكن بتاعتهم وترجلنا القطع بتاعتهم ترجمة حرفية الثاني أول كان عاشق للشوبنجمول الثاني بحب الجاردن البارك بلاي جراوند الثالث السينما والأخير الجيم عندك هنا Look at the interview again and find the word That mean اكتشف معنى قملة الأتية من خلال الكلمات بتتخرجها من كل قطعة تعالوا نجوفوا قملة الأولى I really enjoy it I absolutely love it القملة دي معناها I absolutely love it تي استخرناها من part number A تمام To look around the shop يعني ياخد لفة في المحل And maybe without buying بدون شرائب هذي اللي هي إيه اللي هي browse To browse all browsing طبعا دي في القطعة number B عندك بعد كده Cool place out of the sun مكان بيكون خارج البيت اللي هو طبعا الـ playground دي القطعة number B أيضا لا يا ولاد أنا عندي To look around shop دي هتبقى بA not B اللي هي تتكلم عن التسوق اللي فيها كلمة browsing أوكي تمام كده اهي كلمة browsing أوكي أما الجملة التالتة اللي هي to cool place out of the sun إنه هو يشعر أو إنه هو بيكون في مكان مليء بالشمس وفاعل بالشمس دهوات اللي هو في garden playground اللي هي القطعة number B أوكي حبايبي طيب بعد كده place for children to play اللي هي برضو playground number P طيب بعد كده في تاني when someone loves keeping is good physical condition إنه هو بيحافظ ده number G إنه هو anyone know what he tell that I am fitness mad إنه هو عاشق للسينما طيب ننتقل الصفحة اللي بعد كده حبايبي speaking and writing تكلم هنا عايز منك براغراف صريف بتتكلم فيه عن your favorite place طبعا دي من المواضيع المحتملة ناتج إنا في الاختبارات اللي هو your favorite place بيحط لك بعض النقاط داعمة تدي لك أفكار إنك تكتب الموضوع بتاعك طبعا هكتب لكم إن شاء الله براغراف وهبعت لكم آه screenshot منه للتدريب وآ آه إنكم تدربوا على جتابة موضوع مثله طبعا بيدي لك يقول لك مثلا when you want to relax alone متى تحب أنت تسترخي وحدك when you want to eat something أو هل عندما تأكل شيئ ما ولا for special آه أسري يعني أسباب أخرى أو do some exercise ليداء بعد الرياضة أو to go shopping هتغطر أي اختيار من داوت وتبدأ تتكلم معاه أو تتكلم عليه من خلال مكانك المفضل بتعمل إيه وإيه هي المتعة في المكان دوت تمام like this parts of آه باراغرافات دي عبارة عن باراغرافات كل شخص تتكلم على المكان المفضل عنده بي آه من الزاوية اللي هو شايفها آه مفضلة إيه أنت هتعمل كلب بالمثل هتكتب باراغرافك بالمثل طيب هننتقل لليسون نمبر فور آه لسون نمبر فايف آه تحت عنوان taking the metro إنه هو الالتحاق بالمترو أو السفر أو عن طريق المترو listening and writing طبعا listen to the آه and trace trace pin root آه حدد طريق آه آه طبعا آه آه الالتحاق مش موجود عندي علشان نسمع ونحدد لكن إحنا اللي عايزين نكتبه الإجابة طريق root آه بن هو عبارة root from آه فياديرا city تو آه الفهد changing برجمان طبعا ده اتجاه بن من خلال الأوديو اللي سمعتوه طيب تعالوا شوفوا الإجسبرشان آه which of these إجسبرشان didn't you hear in the phone أي من هزه المصطلحات أنت ما بتسمعهاش لما بتتكلم في التلفون مع شخص آه سواء قريب أو بعيد تعالوا تشوف and what is this expression مين وماذا تعني هذه الجملة أول جملة sorry you are breaking up معنى كلمة دي أولاد the phone line is bad so I can't hear you أن الخط مشوش تمام بيقطع breaking up بيقطع لذلك هو مش قادر يسمعك تمام الجملة اللي بعد كده what did you say ماذا تقول معنى جملة I can't hear you أو I didn't hear you please repeat again لو سمحت عيد الكلام مرة تانية I didn't quite catch that معنى الجملة I am sure I am not sure to hear you أنا مش متأكد الناس معدك كويس أو لا أوكي thanks for calling دي بمعنى أنت بتنهي المكلمة good bye تمام وفي حاجة كمان speak to you later برضو معناها أنت بتنهي المكلمة اللي هي برضو good bye تمام كده حبيبي طيب على نفس النمط دوت طبعا الجملة دي ياريت تحفظوها بتساعدنا في الconversation أثناء المحادثات لو في محادثة بينك وبين حد على التليفون بتستخدم هذه المصطلحات المصطلح الأول sorry you're breaking up اللي هو الصوت بيقطع مشوش غير واضح what did you say ماذا قلت يعني عيني الكلام مرة تانية I didn't quite catch that أنا لم أستمع إلى هذا زيدا please repeat thanks for calling لما أنهي المكلمة شكرا على مكلمتك speak to you later سوف أكلمك مؤخرا هنا write down the details of the conversation تكلم عن التفاصيل المحادثة start أي مدى بدقة الرحلة اتجاه الرحلة التغيير destination ده عن ضوط نفس الخط اللي فوق دوت نقطة مش مهمة بالنسبة لي قد من النقطة اللي بعدها complete this conversation with the correct proposition طبعا كلمنا قبل كده عن حروف الجر وقلنا إن إحنا مش هنقدر نحط حروف الجر بتاعتنا في الجمل إن إذا كنا إحنا قادرين على ترجمة القطعة ترجمة صحيحة hi 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 i am on the green line أنا train coming أنا على طريق القطار الأخضر on هنا on okay coming into stadium في طريقي إلى الستيديو يبقى هنا هتاخد حرف غار into how do I get to Emirates Tower هاي كيف الوصول إلى الامرات stowers يبقى هنا to okay that's on the red line ده في اتجاه أو على الخط الأحمر okay you need to change at annual هنا تاخد at or bargeman then just stay on the red line يبقى stay تاخد on okay and how far is it not far ليس بعيدا it's the it's the stop after wallet trade towers تمام دي قطعة like missing زي ما بيجي في الامتحان وانت بتكمل بحروف الجر المناسبة اللي بتكتبها تمام متى يالي كده ايه واضحة هتلاقوها هنا دي الإجابة بتاعتها اوكي يا ولاد طيب هننتقل للصفحة اللي بعدها كده برضا عبارة عن اوديو بتستمعوا دي ومن خلالها بنجاوب على الأسئلة بتاعتنا تاوت which is metro system which metro system is said to be the best in the wallet في لندن ولا سول طبعا من خلال استماعك بتحل الأسئلة which طبعا هو الاختيار سول which was the first city to open an underground transport system طبعا لندن one metro system is full of art which is it في موسكو which city had the most stations in حضبا نيويورك which city employs people to push اللي هو الباسدر into onto trains to add busy time في توكيو تمام حلتها معاكم لين طبعا أنا عنديش الأجولة سماهلك وبس هذه الإجابة بتاعتنا للي حابين هما يحلوا الكتاب بتاح تمام كده طيب آآ عندكم هنا القطع اللي موجودة عبارة عن أماكن آآ في عندي لندن عند نيويور آآ سوريا ولاد هنا الإجابات اللي السابقة من خلال هذه القطع كنت فاكرة هي عبارة عن أدوك تستمعوا إليه لك لا احنا بنقرأ هذه القطع وبنترجمها وبنعرف الإجابات بتاعتها كويس جدا يعني آآ بنعرف المعلومة الموجودة فيها وبنبدأ نجاوب على هذه الأسئلة طبعا المطلوب أنت بتعمل هذا النشاط مع زمينك في الصف تمام؟ أنا حالت لكم الإجابات بدون قراءة القطع للي عايز تمام؟ آآ إذا حاببين نقرأ مع بعض مفيش مشكلة نيويورك أو القطع عندي عن لندن أكبر نظام للنقل تحت الأرض في العالم أتترك في لندن في 1864 في عام 1864 في عام 1864 في عام 1864 في عام 1864 المترجم قبل مضيفة في عام 1864 مدينة لديها المترو. في مني ستاتيز they are called subways. في لندن الناس يسمى نفق. في نيويورك المنقودة في الونيويتد ستاتيز نيويورك ستاتيز ستاتيز لديها معظم محطات المترو with over 460 أكتر من ربع ومية وستين محطة المترو it has 24 lines لديها 24 خط which is also more than any other system in the world أكتر من أي نظام في العالم and it's open 24 hours متكون دائما مفتوحة وشغال 24 ساعة a day في اليوم حانيجي لكوريا Seoul تحديدا people say that the metro in Seoul is the best in the world الأفضل في العالم since it opened in 1974 في عام 1974 it has made great use to modern technology طبعا مصمم بالتقنية الحديثة computers can use there وممكن كمال إن هو يمشي من خلال computer without driver smartphones هواتف زكية to pay to travel للدفع للساق أو للسفر عفوا all carriers have Wi-Fi 4G access and TV كمان مش كده بس ده الركاب بيكون لديهم internet Wi-Fi 4G and TV screen وشاشات للتلفزيون they even have heated seats that keep you warm in the winter مش بس كده ده المقاعد اللي ببوا عادين عليها بتكون مزودة ببرنامج تدفئة تمام كده طيب دي بالنسبة لكوريا وميزات المترو في كوريا تعالوا نشوف موسكو في روسيا here you will find the most beautiful metro system هتلاقي أكتر وأجمل مترو أو نظام مترو stations like كومو سومو لسكيا have fantastic decoration طبعا التصميم art fan and status the stations have been called people people's palace بيسمونه هو قصور الناس وليس محطات من كتر ما هي جميلة جدا في التصميم بتاحها talking the metro is like going to a wonderful POC بتكلموا إن إحنا عند الذهاب للمترو إن هم كانوا رايحين إلى متحف رائع but without the price بدون 8 it's also very cheap وآيدا رخيص جدا system الدفع لقول رخيص جدا for people to use ده مميزات مميزات المترو في موسكو نيجل توكيو تحديدا توكيو في اليابان to make sure train are full and everyone can get home يوميا بيكون الأجهزة اللي هي الكمبيوترات بتكون بتتأكد إن هذه القطرات مليئة بالأشخاص ويتأكدوا إن كل شخص يصل إلى بيته في سلام آخر شيء باريس باريس في فرنسا did you know the world المترو comes from فرنش the French metro بروتين was opened in 1900 تم افتتاح المترو في عام أقل كسومية about four and half مليون people use it each day أربعة ومصف مليون شخص يوميا بيستخدموا المترو perhaps that is not sureing after all France is the most visited country in the world perhaps that is not surprising يعني حاجة مش مفاجئة نحن نتفكر بهذا الرقم لأن طبعا فرنسا من أكتر الدول اللي بيتم زارتها والسفر إليها فطبيعي يكون المسافرين عددهم يصل إلى 4.5 مليون في يوميا يلتحقون بالمترو طيب بعد قراءة القطع بتاعتنا بنبدأ نجاوب على الأسئلة اللي معانا تبعا what's special about seat in Seoul in winter طبعا they are native طبعا في موسكو ويسموه قصور طبعا في الساعة كل الساعة طبعا طبعا المكان اللي بيتم تحميل فيه السكال المسافرين أخطر شيء أنت فضلت وأقل شيء أنت فضلت وطبعا دوت متوقف عليك الإجابة ديت أنت اللي بتجوابها السؤال الأخي دوت لكتابة براغراف عن المترو في دبي وأهم مميزاته زي ما كل واحد أو كل دولة تم وصف المترو فيها في القطع اللي احنا قرأناها مطلوب منك تعمل براغراف عن المترو في دبي على نفس النمط أهم ومميزاته ومتى أنشئه وكم استعابه للمغادرين وأهم صفاته أو مواصفاته الذي يتصف بها كده حبيب النهاردة خلصت حصتنا لو في أي استفسار طبعا أولادي وبناتي بيدخلو لي عن خاص بإذن الرحمن بيجاوب عليهم أول بوشوف أسئولتكم يارب نكون قدرنا نوصل لكم ولو معلومة بسيطة وربنا يجعلوا في ميزان حسنتنا وحسنتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر